ما كنتش فاهم الفكرة ولا بسمع كلام للناس دخلها بصدري مش عارف اهي ايام دايس وخلاص ما كنتش حاسب الخطو ولا ان الدنيا شيلة الام مبنقص كل يوم حتى اقمره باسوت الايام جوا يا رميم ورب كريم قادر يحيي اللي مات فيه كفايا غيوم وهقدر اقوم ولو طالت ليالي جوا يا رميم ورب كريم قادر يحيي اللي مات فيه كفايا غيوم وهقدر اقوم ولو طالت ليالي المخلوقات كلها شبه بعض لان الخالق واحد والتفاحة دي فيها مني ومنك شكلها حلو من بعيد ويمكن يكون طعمها زي العسل لكن التفاحة دي مهدوم منها حتة والحتة اللي اتهدمت منها وتكسرت دي من فترة بيخش منها للتفاحة كل الاذى ولو جربت انك تاخد اطمى من التفاحة دي هتندم ويمكن تكره صنف التفاح كل واحد فينا عنده حتة تكسرت في حدث مر بيه في حياته وتهدم حتة من شخصيته الهدم ده سر معاناته ولو تعامل مع حد بالكسر اللي فيه ممكن يدفعه تمن هو ملوش ذنب فيه السر انك تحاول تعرف ايه اللي تكسر فيك وتحاول تعالج رميمك عشان انت تكمل الحياة بسلام وكل اللي حواليك كمان يعيشوا معاك فيه سلام عقلك الباطن هو مخزن المعلومات اللي بتتكون من التجارب اللي بتعدي بيها كل تجربة بتعدي بيها عقلك بيسجل معلومة مرتبطة بشعور المعلومات والمشاعر دي بتشكل خمسة وتسعين في المية من سلوكياتك مرت بتجربة مع تعامل مع بني آدم طلعت منها الحمد لله انا انسان محترم وبعرف اتعامل او طلعت وعقلك الباطن مخزن معلومة ان انا مسواش وان ما عنديش امكانيات حد يحترمني بيها وتخزنت حطت في موقف قلت هقول الصدق في خط فوق دماغك والموقف اللي بعديه قلت كذب لجتك فعقلك الباطن سجل عكس كلام النبي الكذب نجاة والصدق باخد بسبب فوق دماغي وخزن يا عقل اتهت وعملت اللي عليك واشتغلت وربنا فتح عليك فخزن العقل الباطن ان المجتهد ليه نصيب او اجتهدت وما لقيتش النتيجة فالعقل خزن كده ان السعي ده ملوش لازمة وان الحياة حظوظ ده حتى ناس ماشي غلط وربنا مديها والعقل يخزن علاقتك المهدومة بالسعي وهكذا طول ما انت ماشي عقلك الباطن عمال يخزن معلومات وافكار مرتبطة بمشاعر يطلع منها كل سلوكياتك في تجاربك اللي جاية طول ما انت ماشي في تجارب حياتك اما بتعدي بتجارب بتبنيك وتكبرك وتزود شخصيتك فتبقى انت نور لنفسك وسلام ودعم ونفعل اللي حواليك او بتعدي بتجارب بتهدي فيك وتهدم جزء من شخصيتك والجزء المهدوم ده اسمه الرميم اللي ذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة يسين من يحيي العظامة وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم الاجزاء المهدومة منك دي عملة زي الشرخ او الجرح اللي بينزف عليك وبينزف على ناس هتتعامل معاهم بل همش ذنب مش هم اللي عوروك كتير من الناس اللي فيه اجزاء مهدومة من شخصيتهم ما يعرفوش ايه المهدوم منهم وبيعانوا في الحياة من غير ما يعرفوا سبب المعاناة علشان كده لما ربنا تكلم عن رحلة حياة الانسان قال ان رحلة الحياة دي مليانة مواقف اما تبقى خير واما تبقى شر المواقف دي اسمها البلاء قال تعالى في اشهر ايات البلاء الخمس بلاءات دول ممكن يبقوا خير وممكن يبقوا شر لو خير هيبنوا فيك ولو هدوا فيك هيبقوا شر الخوف ممكن يبني فيك اخذ التدابير وانك تكتهد علشان تحمي نفسك من الخوف اللي انت بيهددك ده فتنمو في الحياة او الخوف يكسر فيك حب مواجهة الحياة ويبعدك عن الناس ويشككك في قدراتك الجوع ممكن يخليك تشتغل عشان ما تمدش ايدك للغريب او الجوع يخليك تفقد الثقة في مدد ربنا وانه مكفين من الحلال الخوف والجوع ونقص من الاموال نقص المال بيخلي انسان يفكر ويخطط ويجتهد ويحسن طريقة انفاقه او نقص المال يخلي الانسان جشع بيدوس على رقبة اخوه عشان القرش اللي اختيار عندك نقص من الاموال والانفس اه نقص الانفس سواء بترك الانفس ليك بموت او بخيانة او بغدر بيخلي البني ادم مستغنب ربنا قوي بالله قادر يحب الناس بس اعتمادوا الكل على ربنا او نقص الانفس بيخلي البني ادم وحيد مطفي فاقد الثقة في نفسه او في خلق الله والثمرات النتائج ونقص من الاموال والانفس والثمرات نقص النتائج بعد رحلة سعي طويلة ممكن يخليك ترضى بما قسم الله وتفوض امرك لربنا او تفقد ويتهدم ثقتك في رحلة السعي ورحلة مدد ربنا سبحانه وتعالى ليك فتطلع بعد هذا البلاء اما مبني وشخصيتك بتكبر وتندج او حتة من شخصيتك اتهدت واصبحت رميم تزكية النفس هي الوظيفة التانية للانبياء من التلات وظائف اللي ربنا بعت من اجلهم الانبياء كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يعلمكم الوحي القرآن ويزكيكم يعني تشتغل على نفسك يعلمك ازاي تحسن من نفسك نقاط القوة اللي فيك تشتغل عليها فتبقى نفع ليك والغيرك والاجزاء المهدومة منك والعيوب تبدأ تشتغل على اصلاحها واعادة بناءها كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة يعلمك احكام الدين التزكية دي اللي احنا بنسميها الشغل على النفس الناس فعلقتهم بيها اربع مستويات هقولك آية قرآنية وبعدين اقولك المعلومة النفسية بسم الله الرحمن الرحيم إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى اشتغل على نفسه ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور أربع مستويات اللي علقتك بالأجزاء المهدومة منك اللي محتاجة تعاد بنائها وترميمها رقم واحد المغيب اللي مش فارق معاه إنه عنده مشاكل وعيوب وأجزاء مهدومة منه وعايش في الدنيا بيعاني واللي حواليه بيعاني وعايش كده غاية ما يموت اسمه الغافل المغيب اتنين الناكر أنا مش محتاجة أشتغل عن نفسي الناس هي اللي وحشة أنتوا اللي تشتغلوا عن نفسكم أما أنا ما فياش حاجة مهدومة عشان أعيد بنائها وترميمها الناكر تلاتة المشاهد إنسان بيبص على حاله ومتدايق شايف أجزاء مهدومة بيعاني منها عاملة زي الجراح والشروخ اللي في شخصيته لكنه مش عارف يعلجها إزاي فبيشاهد حاله وهو تعبان واللي حواليه برضو بيعاني أما الرابع المتفاعل اللي عارف إنه عنده أجزاء تهدمت بسبب مواقف في الحياة وواخد نية حقيقية لإعادة ترميم وبناء من هدم من شخصيته لكنه محتاج يعرف إزاي تجيسمع من ربنا ومن سيدنا رسول الله عزه والسلام ومن العلوم الحديثة كيف يعيد الإنسان بناء من هدم منه الأجزاء المهدومة فيك إما تهدمت وإنت ملكش ذنب في طريق تربيتك وإنت صغير أو حد تعملت معاه فكسرك وإنت كنت مقدم له أحسن ما تملك أو كان ليك ذنب إنت واللي بتتعامل معاه إنت والتنين بدل ما كان المؤمن واللي مؤمني كالبنيان يشد بعضوه بعضا حطان بنسند على بعض عشان ما نقعش كنا عملين نكسر في بعض أصدقاء ولا متجوزين ولا علاقة شراكة أيا كان فأنت ممكن تكون مش مسؤول أو شايل جزء من المسؤولية أو مسؤول مسؤولية كاملة في اختيارات عكس قيمك خلتك تصدق أن قيمك ما لهاش لازمة واشتريت قيم الشيطان وعشت بيها لأنه هي اللي بتحقق المصالح لكن دلوقتي أنت المسؤول عن إعادة ترميم من هدم من شخصيتك حتى تلقى الله يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بني الإنسان وما أدراك ما الإنسان بيحتاج حد يبقى معاه يونس وحدته وخوفه عشان ما يعش وحداني ويقفل بابه بالترباس وفي السكة يقع منه حاجات حلوة كانت جواه يقابل ناس فتيجي عليه فيكره نفسه واللي معاه بيقدم جوا منه الحب لحد ما يتقلب لرميم وينسى السكة ويخبط ويتخبط يا حول الله يجوز نكبر ونتربى وحاجة فينا مهدومة نخوض الحرب ونعافر بقلب ونية مهزومة نزيد في زنوب بلا داعي ونخسر نفسنا سهوة ونقع فجأة ونتكتف وصعب يقوم لنا قومة ما تستكبرش تتعلم وتخلص نيتك لله تصلح كل شيء جواك وتمشي في سكته ومعاه خلق كل البشر فيها رميم بيعيشه وبيبنوه ولا يخيب اللي يتوكل ويوهي بشكوته لله توكل على اللي فوق الكل وما تشوفش الغلط مفروض هتسعف ربنا يساعدك وتصبح بالإله مسنود نفسك ليه حق عليك تصلح فيها وترتب ما فاتش الوقت لسه معاك مساحة لحد لما تموت وقف فكر وشوف نفسك سليم فعلا وماشي تمام حياتك كلها طوع لوجه الله وقلبك خام ضميرك صاحي وبتعرف براحة بال تخش تنام مفيش جواك كبر عن ناس سليم الأصل والأحكام وبتصلي ربك قال طريقي جميل وآخره يا عبدي توصلي موسيقى جوا يا رميم وربي كريم أدري حي اللي مات فيه كيفا يغيوم وهقدر أقوم ولو طالت ليالي أربع أشياء الإنسان معرض إنهم يتهدوا منه في رحلة حياته نظرتك لنفسك عقدتك في ربك جدوى تمسكك بمبادئك وطريقة إدارتك للعلاقات الهدد ده هو الرميم اللي احنا هنقف ونتحمل مسؤولية نفسنا ونعيد بناء وترميم اللي تهد مننا النظرة للنفس اللي ممكن تسميها تقدير ذاتك احترامك لنفسك ثقتك في نفسك بتتهد بتتهد إما بخطوة الإنسان عايز ينجس فيها أو يحقق حاجة ويفشل فيحس إن إمكانياته ليست كافية للسعادة ولا النجاح فيفقد الثقة في إمكانياته نفسه أو يدخل علاقة عمل زي ريح قوم عاد وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم الرياح جات سوت كل المبالي بالأرض في علاقة تخشها كده صداقة بقى مع حد من صحابك اللي بيسموه تاكسك أو جوازة أو أيا كان حاجة في الشغل أو تربية في البيت نادر بس بيحصل إن التربية تبقى غلط تكسر صورة العيال قدام نفسهم يطلع الإنسان من العلاقة مكسر يا متلام على وجهات نظره وطريق التفكير وشكله ولما بيبقى في أحسن صوره وأحسن نسخة من شخصيته مش عاجب برضو فيطلع بيبص لنفسه وأنا مش كفاية ولا إيه وأنا ليه اللي كنت بحبه ده سابني وراح بص برا هو إيه برا مش موجود عندي وأنا بحاول أقصى حاجة أكون كفاية في العلاقة دي فيطلع الإنسان وهو محتاج إنه يعيد النظر في إعادة بناء صورته قدام نفسه لأن صورتك دي اللي أنت بتتعامل بيها والناس بتشوفك فاللي محترم نفسه ومقدر نفسه الناس بتحترمه وتقدره ولو داخل من الباب الصغير ملأ لأ في نفسه كده لأ أقف وعيد ترميم النظرة دي تاني حاجة العقيدة في الله كتير من الأوقات ما البني آدم يبقى متوقع شيء من ربنا وواثق ومتطمن ففي ظاهر الأحداث ما يجيش الشيء ده فيفقد الثقة فعقدته في ربنا مش ربنا وعد مش ربنا طمن مش ربنا قال لي هبقى جنبك ليه حصل كده لا يسأم الإنسان من دعاء الخير أهو بقول يا ربه وإن مسه الشر فيقوس قنوط زعل زعل زي الشخص اللي ربنا تكلم عنه في القرآن ومن الناس من يعبد الله على حرف من جرد كده سكت ربنا فيها خير ولا إيه لا يحصل فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنا قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة زعلان زعلان ومش متطمن وده اللي يفسر لك هو ليه ربنا في القرآن قال عن نفسه إن الله لا يخلف المعاد وقال ومن أوفى بعهده من الله هو إحنا هنشك يا رب بيحصل بيحصل إني أبقى مش متطمن همشي صح زي ما ربنا راضي وهدع ربنا وهكسب قرش من حلال وفقني يا رب فيتأخر عطاء معين وفقا لعلم الله الأب والأم بيأكلوا عيالهم أكلات معينة متناسبة مع المرحلة السنية فيقدموا ويؤخروا وفقا لعلمهم في عيالهم بحب له بخل ولا اضطهاد وكراهية دي مجرد حكمة واختيار الأنفع لكن ساعات البني آدم بيتخض ويتصدم كده في أقداره فتتهدم أجزاء من طمأننته لربنا مسؤوليتك تعيد بناء هذه العقيدة تاني وتبقى عايش وانت مطمئن لله تلاتة بيتهدم في حياتنا آه جدوى التمسك جدوى التمسك بالمبادئ آه مش كل مرة هتقول الصدق فيها الناس هتسلم عليك شكرا انت إنسان محترم وإحنا مسامحينك على الغلطة دي عشان انت صادق هيحصل كده على فكرة ويحصل كتير بس في وقت من الأوقات هتبقى صادق والبيعة اللي انت كنت مستنيناها تتباع هتروح منك وتروح لزميلك الكداب الغشاش اللي قدر يبلي في العميل ويغش ويلبسه البيعة وهو جبعة عربية جديدة ألف مبروك فانت تقول الله طب ما أنا كنت كويس وصادق هو ربنا بيساعد مين خلاص بقى يا عام من غشانا فليس منا ليس منا بس ما هو عملين يكلوا عايش ومبسوطين وحياتهم بتتطور فيحصل لك شيء من الصدمة في جدوى تمسكك بالمبادئ هي نازم توقف لأن الشخص اللي غش وسرق وكدب ده أخذ حتة صغنططة جدا من جناح البعوضة اللي هي الدنيا والعاقبة في الدنيا والآخرة للمتقين أليس الله بكاف عبده من ضمن الحاجات اللي بتتهدم كمان ثقتك في إدارتك لعلاقاتك بعض الناس بيخش العلاقات بالنية النبوية الشريفة بتاعت الصالحين ناوية سامح واكرم وبقى أنا اللي ببدأ بالسؤال والعطاء وبعدين في مرحلة من حياته يتحط في طريقه حد أيا كان شكل العلاقة مش كده الطيبة استغل بسببها التسامح الداس على رقابته بسببه بدايته بالعطاء التاني تقل وشايف هو اللي بيبدأ دايما فطنشه وخده فور جرانتت زي ما احنا بنقول كده بالضمان طب وبعدين وانا لازم ادي الناس فوق دماغها ولا ايه هو مش المفروض ان الانسان الطيب الناس بتحترمه والكريم الناس بتكرمه ولما بسلف حد ويبعدني يرجع الفلوس فوقتها ايه الحكاية يا جماعة مش يفقد الثقة في الناس ده يفقد الثقة في طريقته في إدارة العلاقة فيخش العلاقات الجديدة ثقته في الخير اللي جواه مهدومة فيخش شارس متربص ويدفع ناس طيبين تمن وفطورة هم منهمش زنب في اللي حصل قبل كده كل دي مسئوليات عليك لازم توقف كده لو حسيت ان حاجة من اللي اربع دول تهده توقف وتعيد بناء وترميم من هدم منك إلهي وخالقي أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان وزرعت لي بين القلوب مودة وسترت عن أبصارهم عصياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان اللهم اجمع ما تفرق منا وأقم بقوتك منحنا من ظهورنا وقوي أكتافنا على تحمل أمرك ورد قلوبنا بقضائك وقدرك وبارك في خطانا يا حكيم إذا منعتنا ويا كريم إذا أعطيتنا وصلنا لأهم جزئية عموما في رحلتنا بربنا وهي استعنتك بربنا في كل خطواتك السهل والصعب وإحنا ماشيين هفتح معاكم مواضيع كده وأقول لك الجزء ده ممكن يبقى مهدوم من شخصيتك وهقول لك على شوية علامات كده وشوية تصرفات وشوية أسباب لو لقيت نفسك بتعاني من الحتة دي يلا بسم الله تعالوا نستعين بربنا إنه هو يبدئ ويعيد زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلقنا أسوياء وملى شخصيتنا بالقدرات وبالإمكانيات وبالمدد من عنده وكسرتنا الحياة وبعض الأشخاص وبعض المواقف الله قادر على إعادة بناء من هدم منا عشان نعيش عيشة سوية هادئة ونقدم على الله يوم الإيامة بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لأن فيه هدد بيحصل في شخصية البني آدم بيفسد قلبه ويشرص طبعه في المعاملة مع الناس وهنا جينا الأيقونة البرنامج الآية لما راح واحد من المشركين لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فأكتر حاجة كان البشر ما يفهموش إزاي ممكن يعاد خلقتها وبناءها من أول وجديد وطلع له عضمة من قبر لإنسان مدفون بقاله عشرات السنين عضمة صارت رميماً مهشمة مهدومة متأكلة قديمة بالية وأما سكها قدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأما ضاغت عليها فبقت بودرة في إيدي تكسرت كده وقال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من يحيي العظام وهي رميم فنزل القرآن أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين جايبي جادل وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الله عليم بحالك وكما يحيي العظام البالية للأرض أكلتها وهشمتها يحيي كل من كسر منك وكل شرخ شرخته الحياة والأشخاص والأحداث قادر الله على ترميمه فهي رحلة هناخد فيها بالأسباب ونتعلم العلوم الحديثة مع العلوم الشرعية الشريفة لكن أهم ما في الرحلة يا رب الاستعانة بالمحي على إحياء وإعادة بناء من هدم منا بإذن الله ووسط الكسرة والتانية بكن ظالم وكن مظلوم وحلمي دي كده ثانية وكله بيرمي فيها وعموم وأنا مش قابل إني قاضية فأحزاني ونفسي قبيع عدا وجراحي ما تكون وأنا أكسر في قلبي وأكون جوا يا رميم وربي كريم قادر يحيي اللي مات فيه كفاية غيوم وهقدر أقوم ولو طالت لها ليه جوا يا رميم وربي كريم قادر يحيي اللي مات فيه كفاية غيوم وهقدر أقوم ولو طالت لها ليه ولم للنفسي بالوحدة تكون روحي خلاص أهدا